كيف نفهم هذه التصريحات من قبل روسيا والاستهجان أنه ليس على واشنطن إرسال قوات إلى سوريا دون التنصيق مع السيادة السورية يعني أولا يعني فيه بالمصطلع أو بالتعبير نفسه فيه كلمتين يجب أن نقف عندهم الموضوع الأول أن هذا النظام بعد كل هذه الجرائم التي تتكبها بحق الشعب السوري وبأرقام كبيرة ونصف الشعب السوري مهجر لا زال العالم ينظر إليه على أنه السلطة الشرعية فمتى سينظر المجتمع الدولي إلى هذا النظام على أنه قاتل وسفاح ومجرم وينزع عنه هذه الصفة هذا أولا ثانيا إذا كان الروس يهمهم موضوع السيادة الوطنية فلينظروا إلى العدد الكبير من المرات التي اخترق فيها الطيران الإسرائيلي الأجواء السورية لا بل قصف عدة أماكن لألوية ولمستودعات أسلحة ولشحنات أسلحة كانت توصل السلاح إلى حزب الله بعدين التحالف الدولي الآن الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذي يضم تقريبا ستين دولة كذلك يعني يصول ويجول في السماء وفي الأراضي السورية ودون أن يكون هناك حديث عن موضوع السيادة القوات التي أصلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا لم تكن بهدف دعم قوات أو فصائل الجيش الحر أو المعارضة المعتدلة لم تأتي للدفاع عن الشعب السوري الأعزل وحمايته من الهجمات الروسية السورية التي تستهدفهم ليلا نهارا بكل أنواع الأسلحة البرية والجوية ومنها المحرم دوليا وإنما جاءت لدعم فصيل معين وهذا الفصيل حتى الروس يحبونهم اللي هم حزب الاتحاد الديمقراطي وربما هذه تشكل أهم نقاط الالتقاء الروسي الأمريكي وهو دعم حزب الاتحاد الديمقراطي لدعم المشروع الانفصالي لدعم المشروع الفدرالي الذي عبر عنه الطرفان بكل صراحة على لسان وزيري خارجيتهما عندما تحدثوا عن الفدرالي السورية أنا أقول أنه الآن التنسيق الروسي الأمريكي بأعلى مستوياته سواء كان سياسي أو عسكري أو حتى أمني وميداني على الأرض وإطلاق مثل هذه التصريحات نعم إطلاق مثل هذه التصريحات هي فقط للإلهاء أو من باب رمي العبارات للتغطية على التنسيق الأمريكي الروسي الذي يحصل حقيقة ونحن معك على الهواء الآن دكتوري تتورد العواجل فيما يتعلق بالتهدي أو الذي قيل بأنه برعاية أمريكية روسية اتفاق التهدي في دمشق لمدة 24 ساعة في الهذيقية ل72 ساعة فاستر لنا ما حدث يعني أولا جراء من النظام استمرت خلال خمس سنوات على مرأة من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي وبدعم وإسناد من القوات الروسية ولم يتخذوا أي إجراءات تردع هذا النظام وتوقفوا عند حده في 27 شباط الماضي تم وضع أسس الهدنة وهم الطرفين نفسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هم من وضعوا شروط الهدنة واستمر النظام بخرق هذه الهدنة بعدد أكبر من 2500 خرق استخدم فيها كل أنواع الأسلحة والصواريخ الروسية الحديثة الفراغية والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة من جديد استهدف فيها المناطق المدنية المشافي والمساجد والمدارس والأحياء السكنية ولم تكن هناك أي عقوبات لا من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن حتى التصريحات التي تدين سلوك النظام بخلوا على الشعب السوري بها الآن لماذا يتم هذا الاجتزاء؟ أولا من يستطيع فرض الهدنة أو التهديئة في عدد معين من المحافظات هو نفسه قادر على التهديئة في بقية المحافظات هذا يفسر على أنهم يتركوا الفرصة للنظام لاستخدام آلة الحربية العسكرية على المناطق الأخرى التي لم تشملها الهدنة وهذا يعني في نفس الوقت أن المجتمع الدولي الآن بالاشتراك مع النظام السوري يستخدم هذه الأسلحة إن من ناحية استهداف المدنيين أو الحصار أو التجويع يستخدمونها جميعا ضد المعارضة وضد الشعب السوري ليذهبوا إلى المفاوضات رغما عن أنوفهم بالضبط كنت سأسألك على الصعيد السياسي إلى ماذا يطمحون؟ بما أنك تتحدث عن الأهداف من هذا على الصعيد العسكري تماما هذا لإجبارنا إلى العودة للمفاوضات مرة ثانية وللقبول بأي اتفاق تم الاتفاق عليه بين الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبا هذا الاتفاق حسب ما يطرح يشمل بقاء بشار الأسد المجرم في السلطة والحجة دائما الموجودة التي نسمعها في كل أوقات النهار أخي ما الخطة البديلة لديكم لإيقاف القتل وإيقاف التدمير والتشريد الذي حل بشعبكم أنتم الآن أمام التاريخ وأمام عدسة المجهر الناس تنظر إليكم وينتظرون الحلول في حين أن كل هذه الإرادات تتعطل عندما تكون الجهة المخاطبة هي النظام لا نسمع إلا الإدانة والشجد لا يوجد إحراط جدي هل توافق مع من يقول بأن انسحاب الهيئة العليا للمفاوضات من جنيف كان خطأا الهيئة العليا للمفاوضات لم تنسح الهيئة العليا للمفاوضات علقت مشاركتها في قصر الأمم المتحدة وتابعت لقاءات التقنية الفنية والتي قال عنها ديمستورا أنها ربما كانت من الأهمية أكثر من لقاءات الأساسية لأنها ذهبت إلى نقاش مزيد من التفاصيل تعليق الهيئة العليا للمفاوضات كانت لإسماع العالم كله أن هناك مجازر ترتكب في سوريا وأنت تخيل العكس تخيل أننا نحن الآن مشاركين في المفاوضات ومشفى القدس يقصف ودير العصافير تقصف والسوق الشعبي في دومة وفي معارة النعمان وفي طريق الباب يقصف عن أي مفاوضات نتحدث والأمور الإنسانية ذهبت إلى مزيد من السوء ووقف الأعمال العدائية ذهب إلى مزيد من الاتساع ويعطي العالم بشار الأسد المجرم الضوء الأخضر في انتهاك كل ما يريد مقابل أن يتم الضغط على المعارضة من أجل تأتي إلى مفاوضات تؤدي إلى نتيجة لا تربيع الشعب السوري بالعكس متابعتنا للتطورات التي تحدث الآن يؤكد لنا أن قرار الهيئة العليا للتفاوض كان صحيحا وإلا بيتم تحديث أي تغير على الأرض لا يمكن أن نثق بعملية سياسية يتم فيها تحقيق الانتقال السياسي في حين يعجز المجتمع الدولي عن تحقيق المهمة الأقل وهي تطبيق القضايا الإنسانية ووقف الأعمال العدائية من إسطنبول كنتمعنا الدكتور نصري الحريري عضو الاتلاف الوطني السوري شكرا جزيلا لك